بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم اخوكم بالله محمد الويمي اكا اي ليو واليوم حاب اشارككم بستراتيجيتي وطريقتي في التعامل مع خريطة مون بالزومبي بلاك اوبس وسع صدرك وريح على جنب وخلني اسرد لك قصة الناس في القمر سنحن نقوم باستخدام الانسان على سطح القمر اشتركوا في القمر اشتركوا في القمر كثير كذبوا هالهبوط باسباب كثيرة ممكن اعظم سبب يكون وجود زومبي على سطحها نعم زومبي ليس كاي زومبي نعرفه زومبي قمري مختلف عن زومبي ارضي اخطر انواع الزومبي لعدة اسباب كونهم ينجون درجة حرارة 153 تحت الصفر وما يحتاجون لبس قناع فضائي وقلعن ما في الصالفة يابون مخك وبالنسبة لهذا الزومبي مفجوعين لمخ سنين وثنين من دون معرفة كيف طعم اكلهم المفضل اذا كان طاسج لا تخاف لا تخاف انا معاك انت بس اسمعني زيني وما لك الا تكون اخر ضيف هالزومبي يشوفونا مفجوعين 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 شكرا اخواني لوقتكم والسلام عليكم زين زين همزح همزح اول ما بتبدأ بتكون في اريا 51 جوغللاتو سبيتك والا موجدين في منطقة البداية بدال المعتاد كويك ريفايف كل هالبركين في نفس الموقع فالحاصل ان كل مرة تيجي هالمنطقة واحد من هالبركين بيكون موجود علشان تاخذ البرك الثاني لازم تروح وتجي من جديد في نفس المنطقة دي في البداية اذا كنت تلعب مع ناص انا اصحك بان ما تحاول تاخذ اي من هالتقويتين لان العملية بتكون مزعجة للكل ان كنت الحالك تأكد ان جاقرنات هو اللي يطلع في البداية اذا طلع سبيت كولا بكل بساطة طلع القائمة واختار ريستارد جيم اذا طلع جاقرنات في البداية حاول انك تقتل اكبر عدد من الزومبي بسكين اول ما تسمع صوت القفص يرتفع تجهز لان الزومبي بيبدأ بالركض فاحط على الزومبي وكدسم مع بعض وفقعهم في فريق في العادة قنبلتين كافيين بس اذا استدعى الامر استخدم سكينتك واشطب اللي قدامك مستهدف الكلاب اول الين ما تجمع 2500 كل دققة في الجارس بيرتفع المستوى من اخر مستوى كنت فيه بعد ما تاتلك الاض والطب في القمر يبدأ اللعب الحقيقي للزومبي اول ما بتلاحظ ان حركتك مختلفة القفص بيكون اطول اذا انتبه وانت صاعد الشخصية بتنقز على كيفها بعض الاحيان وممكن انك تنتكب الشيء الجديد الثاني فالخريطة الرجل الفضائي هاقيمك هاقنات الاخل اللي يتماشى حواليك اذا حظنك بيطيرك في مكان عشوائي من المناطق المفتوحة غير انه ممكن ياخذ بيرك من عندك برضو عشوائيا اذا مسكك ما تقدر تتفلت منه شخصيا كنت اول اتفلت من احضانه اذا ركضت الجهة المعاكسة له وانقز بس هاليومين حاولت ما اقدر انحاش من قبضته زي اول ما جيت سلفتها يبيلا نعرفه بالميرا علشان يتأدب ويعقل مرحبا هناك درشتين في البداية حبتها تكون محروسة خلي اثنين على نافذة بعد ما تجمع 1500 ريال افتح البابين اللي يصار اول ما بتجي للقمر جحز 1000 ريال ثانية حق سلاح الMPL احرس القرفة اللي توقف تحتها وخلي واحد عليك الجريشة الثنين الباقين يحرسون الباب الخارجي هالقرفة تتحول لما خيم حقكم لما تجمعون 5000 ريال بعدها بتقدر تشك طريقك لمكان اللي بتقطن فيها الجولات الباقية من هنا بيكون عندك خيارين اذا تحب التفحيط والتخيط خلك في الحديقة اما اذا تحب التخييم خلك جنب التليبورتر لأريا 51 وجه نظرك للباب اللي دخلت من ويادك اليسار قد تضطر انك تفحط شوي انا فضل الحديقة لانك تقدر تفسخ القناع وتسمع احسن اللي حواليك اثنين يقدرون يخيطون المكان واثنين ممكن انهم يخيمون واحد يحرس المخرج للتليبورتر لأريا 51 والثاني يتأكد ان ما في احد يجي من وراء خوي الاثنين الباقيين يخيطون منتصف الخريطة بكمل الفيديو التعليمي بس خلناخذ فاصل اعلاني قطة تمنيت تحصل على ماكس ايمو بس اللعبة تسوي لك ترولينج تحتاج ان اجد بعض الناس شكرا على المساعدة تبي الكرتون يجي الى عندك بدل ما تشقل رجولك وتوي رياضة رايحة تبي تسلف خويك فلوس عشان تتمنن عليه ويندوزات كثيرة مفتوحة والتذكيرها ياخذ وقت هل هذا يخليك داقلب النظام الى ماك انتوش ولا لينيكس احمد ربك اللي وفر لك الحال جديد من ترايكسسس اعرفكم على جهاز الحكر تصليح الويندوز اسرع مع الحكر الان بامكانك تحكير الدروبس وتقلبها الى ماكس ايمو واو كرتون بعيد عنك لا تخاف هل جهاز واسطتك اقول لك حاطة سلاح انا فوق النظام اتاء الزكاة ولا اسهل الجميع سيعمل اي شي علشان ياخذ الجهاز منك سارع بطالب نسختك لان الكمية محدودة جهاز واحد لكل قاعدة قمارية اعود اطانيا اطلب جهازك الآن احذروا التقليد جهاز الحكر هو اضافة جديدة موجودة بس في خريطة مون بواسطته ممكن تكسب الكثير من النقاط حيث انك تكسب مئة نقطة لتصليح المنافذ اللي طلعون الزامبي منها حتى لو ما بقى الا حاجز واحد للتركيب كما انه يعطيك 1000 ريال لتوكيف الحفارة ويساعد على دفع 200 ريال بس لفاتح الباب اذا عندك الصبر انك تستنى مو بس النقاطك اللي بتكون متهنية من الجهاز ولكن حتى التأثيرات اللي بتسويها حيث انه ممكن ب600 ريال تغير حظك اللي طلع عليك من الكرتون واذا حكرتها من جديد ممكن انك تشارك السلاح وتسترجع فلوسك اذا كنت محنة كرتون تقدر ب 1400 نقطة تهكر مكانه اذا ما كان موجود علشان تجرب حظك لمرة واحدة فقط ولكن انتبه لان اذا لقت فايرسيل بيخطر المكان اللي انتهكت عرضه لكذا جولة يمكنك ان تحصن الباكا بانش بتهكيره علشان تاخذ راحتك بالتطوير او اي شي تبيه خلال هالكم ثانية اللي انت فيه محمي وهذا يولدي يسمونه انسان شكرا جبتني حديقة الحيوانات بابا يا الله حمطدنا انه مختلف عنك كما ان لجهاز الهكر القدرة على قلب الاسعار بين الرصاص العادي والمطور بال3000 ريال لجهاز ميزه ذريفهנים اينقل 500 نقطة من حسابك الى اي عظو من اعضاء فريقك هذه الميزه جدا مفيده في حال انه يحتاج الى القليل لشراء شيء مهم زي الجاقرنات لكن اهم ميزة من كل هذه الامكانية للجهاز هو قلب اي دروب الى ماكس ام وبيتفع 5000 ريال هذا الميزة جدا جدا مهمة خاصة في الجولات المتاخرة والاسلحة اللي ما تقدر تشتري رصاص لهم لكن لاحظ ان بذلتك الفضائية تتبدل لذلك ما تقدر تستخدم الهاكر في قرفة ما فيها اكسجين هذا اليه افضل الحديقة عن المنطقة اللي خارج جنب التليبورتر للأريا 51 لان غير انك تقدر تخلي شخصيتك تماشى بدون قنوع الهاكر بيكون معاك اتمنى انكم استمتعتوا بهذا الفيديو يكون السبب لتحسين لعبكم في الزومبي اذا عجبك هالفيديو ممكن يعجبك الاستراجيات الاخرى اللي طلعتها الى الان عندك خريطة سانجر لا اسنشن وفاركايد اذا كنت بنصائح عامة عن الزومبي اضغط الانوتايشن اللي في المنتصف شكرا لكل واحد بتساعدني بلايك وفيفريت وكمنت وكل واحد عطاني من وقته لمشاهدة انتجاتي كان معاكم محمد الويمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر